موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سهلا بكم في الكورس الاحترافي في صيات مادربورد اللابتوب لدينا اطل في جهاز توشيبة C660 مشكلة الجهاز انه يقوم بعمل ايقاف تشغيل عشوائي او فصل عشوائي ولا يتعرف على الهارد ديسك الجهاز به مشكلتين ايقاف تشغيل عشوائي او فصل عشوائي ولا يتعرف على الهارد ديسك نلاحظ المادربورد الخاصة بالجهاز LA6842B Revision 1.0 هذا الجهاز توشيبة C660 له ثلاث طبعات هذه الطبعة 6842B ويوجد طبعة اخرى 6841B ويوجد طبعة اخرى تبدأ برقم 7 هذا الجهاز له ثلاث طبعات وثلاث اصدارات لهذا الجهاز هذه المعلومة من باب العلم بالشيء نلاحظ هنا سنقوم بتجريب الجهاز نقوم بتشغيل الجهاز لو حاولنا الدخول الى البوت مينيو نلاحظ ان الجهاز لا يدخل الى الويندوز ولا يتعرف على الهارد ديسك اصلا نلاحظ هنا في البوت مينيو لا يتعرف على الهارد ديسك نهائيا لو حاولت الدخول الى البيوس ثقة في البيوس الى عدد ثانية حلوالي 20 ثانية الى 30 ثانية مع عدم التعرف على الهارد ديسك اطلاقا كنت بتجريب هارد اخر هارد اس اس دي اخر ونفس المشكلة لو بقيت في البيوس 20 ثانية 30 ثانية وينطفئ الجهاز مشكلة ايقاف تشغيل عشوائي في مثل هذه المشاكل ممكن ان تكون مشكلة حرارة ممكن ان تكون مشكلة في التبريد او مشكلة في الفان ممكن ان تكون مشاكل امي لو كان ايقاف التشغيل عشوائي وثابت بنفس الوقت نلاحظ قمنا بتجريب هارد اس اس دي ونفس النتيجة لم يتغير اي شيء قمنا بفك جهاز وعمل فحص بصري او فيجوال انسبكشن للبحث عن حروق او اكسدا او تفاعل مع البورد فكانت البورد سليم نلاحظ دارت السويتشينج دارت الشحن المصفت الاول المصفت الثاني بيكيو سبع بيكيو ثمانية مصفتات دارت الشحن ايضا دارت البورد الرئيسي والاي او وكل اجزاء مضر بورد اللابتو وكانت سليمة ليس بها اي مشكلة تبريد سليم المروحة سليمة كل شيء سليم والمشكلة مازالت مستمرة لم تحل وسنبحث عن متسبب هذه المشكلة اي سي الشحن اي سي البورد نقوم بعمل فحص بصري الفحص البصري مهم جدا 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 في تتبع الاعطال الكثير من الاعطال تكون مشاكلها اما حروق او اكسدا او تفاعل مع البورد او انسكاب سوائل اول شيء يجب ان تقوم به عند استلامك الاي جهاز هو الفحص البصري بعد الفحص البصري هنا انتقلنا الى كونكتر الهارد ديسك لمراقبة خطوط الداتا ومراقبة الخمسة فولت الخاصة بتشغيل الهارد ديسك الهارد ديسك يعمل ب خمسة فولت في اس قادمة من مرحلة الرنبور من مسبة الرنبور الخمسة فولت في اس يغذي منطقة الهارد ديسك وخطوط الداتا اربعة خطوط قمنا بقياس المكثفات على وضع الشورت كانت سليمة وضعها جيد بالفحص البصري قمنا بفتح المخطط لمعرفة ما هي البنات الخاصة بالكنكتر الهارد ديسك نلاحظ ان البنات 14-15-16 عليها قيمة 5Vs هي القيمة المغذية للهارد ديسك الآن سنتقوم بالقياس على البنات 14-15-16 هي قيمة الخمسة فولت في اس المغذية لكنكتر الهارد ديسك وليه تغذي الهارد ديسك نلاحظ بالقياس على البنات سنجد أن القيمة مكسورة حوالي 3.4 فولت القيمة عليها كسر القيمة غير طبيعية ليست في وضع النورمال والقيمة عليها كسر بما تكون مشكلة في العناصر التي مرت عليها الخمسة فولت ممكن أن تكون المشكلة من منبع الخمسة فولت منبع الخمسة فولت الخاصة بالهاردسك هي خمسة فولت بي اس قادمة من مرحلة الرنبور خمسة فولت بي اس لو لاحظنا هنا هذا الموسفت Q30 هو الموسفت الخاص بالرنبور خمسة فولت بي اس لو فتحت المخطط سنشاهد أن هذا الموسفت اسمه Q30 موسفت من نوع يقوم بتحويل الفولتية من خمسة فولت الوز إلى خمسة فولت بي اس عندما قمنا بالقياس عليه شاهدنا أن طرف عليه خمسة فولت وطرف عليه ثلاثة وثلاثة فولت عند القياس عليه كشورت كان الموسفت ينطي شورت فهذا حكم قطعي بتلف موسفت الرنبور الخمسة فولت في اس الوز إلى Q30 كمنا باستبدال الموسفت بموسفت آخر ونحلت معنا المشكلة بشكل تام وعادت الخمسة فولت إلى المشكلة كانت في الموسفت وهو مسؤول عن توصيلة تغذية من خمسة فولت الوز إلى خمسة فولت في اس تغذي الهاردسك وتغذي الكثير من المناطق التي تعمل في مرحلة الـ S3 أو ما بعد منطقة الـ S3 أي ما بعد الضغط على زر الباور نلاحظون قمنا بتجريب الجهاز نلاحظون أن الجهاز بدأ يعمل باور وداتا وتعرف على الهاردسك كما ترون في الصورة حلة المشكلة بكل بساطة وبكل سهولة